حفرنا في واضي الملوك طلعنا جنب كنت بتدوره على ايه انا انا داخل في الاول بذوره على مقبرة الملكة نيفر تيتي وعلى فكرة احنا دلوقتي مع الدكتور يحيجات عندنا مشروع انا بقولك عليك ان يا في يناير لا في فبراير هنعلن باذن الله نتائج الدنيا عن كشف ممياء الملكة نيفر تيتي وبنتها عنخ اس ان امون المهم بقى انا عايز ادور على معبد الجنائزي للملكة تتعنخ امون طب المعبد ده فين ففي قطع اسالية هو لازم جنب المقبرة يبقى فيه معبد كل مقبرة بعدها بشوية في الوادي يبقى فيه معبد جنائزي فطلع الجميع ملوك القصة ال 18 معبدهم وراء بعد طب فينتوا تعنخ امون ده حاكم عشر سنين وبعدنا دور يلاقي اي اللي حاكم سنتين له معبد باسمه وحور محب اللي بعديه معبد تاني مش ممكن المهم لقيت فيه نص موجود في المقبرة بيتقال فيه ان معبد تتعنخ امون موجود في المنطقة المقدسة للأمون والمنطقة المقدسة لأمون اللي هي مدينة هابو فروحت حفرت اللي حفر واحد امريكاني وقال هنا معبد اي طلع لمعبد اي والحور محب ان المعبد ده اللي عمله تتعنخ امون وخده اي وحور محب استول عليه بعد ما حفرنا وخلاص ماشي بقى فقلت لعفيفي المساعد بتاعي عفيفي روحي يستغل معي في البعثة وطبعا ده واحد من عشرة يعني عندي عندي بنت سماء سماء لما تيجي تعملي معها حديث ده تعملي معها برنامج ده بتفصل لك الفخار كأنها بتفسر قدامها كتاب واضح يعني يعني عندي مجموعة من الشباب انت ما تسجيني معها تبخالي بيهم وإحنا كلنا بخالي بيهم جدا فالمهم قلنا نعمل سنداج يعني نحفر نشوف ايه في الحيطة اللي جنب المعبد طلعنا بيت البيت قضنا لأضخم مدينة عثر عليها حتى الان بص بقى اهم مكشف في المدينة ده أستاذ المونة المدينة اسمها اشراكة اتون ومن حيواته بالتالت سمى قصره اشراكة اتون وسمى نفسه اشراكة اتون جوه البيوت دي فيه مناظر لأتون معمولة قرص الشمس المدينة بقى فيها سبع مناطق ديستريتز كل منطقة لها طبع خاص فيها تسع رويل ويركشوبس يعني ايه ملاش هيدي حجرات ولا بيوت ده عبارة عن اماكن فيه مكان للمعيشة بيعيشوا فيه فيه اماكن للطبيخ والاكل فيه مكان للرويل ويركشوبس يعني انا بعتقد ان كل اثارة العنخة امون اغلبها اتعمل في المدينة دي نمرة اتنين عندنا الاحزية طلعنا كمية من الجنود ضخمة في ويركشوب في ورشة بتاعة الاحزية بتاعة من السنادل والسنادل موجودة في الورشة طلعنا ورشة للملابس طلعنا ورشة بلعب الاطفال في القصر الملكي طلعنا ورشة عمل تماثيل من الجرانيد ورشة لعمل تماثيل من البازالت معبد من حطب الثالث اللي بسهل فيه هورج دلوقتي فيه خمسونة تمثال اتعمل عندي لان من حطب الثالث كان عيان في اخر ايامه وكانت سخمة دي الهة اللي هي الشفاء فكان بحط التماثيل عشرة ربنا يشفيه المدينة دي كانت مطبورة كانت مدفورة كلها تحت الارض فقها الرمل تخيالي بقى تفتح بيت تل ايه ما تقفل يعني زي هولك اللي حصل ايه انا اتشغال عامل اهو فجاء بقى حد من طرف اخناتون يا رجالة يلا بقى احنا طلعين راح ادل لعملنا فكل واحد قفل الورشة بتاعته او قفل بيته الطوب عشان هيرجع تاني يعني حاجة تقولين المدينة تم اخلاقها بشكل بشكل سريع اطلع على تل لعملنا عشان اخناتون رساب لقصر وراح تل لعملنا واخناتون عاش بعد ابوه ما مات في لقصر قعد اربع سنين عام المعبد في الكارنك الحجارة بتاعته بسمه التلاتات المدينة بتاعته دي في وسطها شارع اللي هو سيربنتان على التعبان على شكل التعبان كده ملتوي التواء ده ليه بقى الحتة دي عمل فيها ورشة اه يطبخ فيها بصي الحتة دي نمرة اثنين التواء ده لو حصل فيضان المية تدخل جوه للتواء ما توقع حصل الحجل السور فيها مقاومة للمية المنظر ده اللي قدامك ده موجود على الاحجار بتاعته تخناتون في معملك كارنك نمرة اثنين يعني هما في كل منطقة يبنوا مدينة للناس اللي هتشتغل و اللي هتقعد دي بقى اهت الاول مرة ايه قيمة المدينة دي انت عندك معلومات عن المقابر والمعابد والاهرامات ما عندك اش حاجة عن الناس اللي عملوا هذه الحضارة المصريين الشباب اللي هم اللي عملوا الحضارة العظيمة دي من الفنين والعمال هم دول فإذا قيمة هذا الكشف لما أنا روح في سبتمبر اللي فات ايطاليا وعملين مؤتمر ضخم للسياحة والأثار وبيختاروا هذه المدينة كأهم كشف العالم في 2021 المهم الحاجة المهمة بقى ان احنا طلعنا في بيسن برعن بحيرة جانا جنبها طلعناها وجنبها ورشة عمل الطوب اللبن على الاختام بتاعت تتعاقهمهم بس أهم حاجة طلعنا وهم بيختموا الطوب يا دكتور زاهي طبعا الطوب ده كان عليك ختم باسم الملك عشان ده بتعمل به المنازل والقصور الملكية فقط الطوب ده ما يروحش حينته تانية غير الملك وحجب الطوب ده لأنا في المعابد عارف زي اي مصنع طوب بيبقى حاطة الختمة بتاعه أحيانا المهم الحاجة الجميلة بقى نحنا طلعنا كمية لقوش بتتكلم عن إيه في المدينة بتتكلم عن عام 37 من حكمة من حتب الثالث وأهم حاجة اسم سمنخ كارع بيحتفل بالعيد الأول العيد الست شوفي بقى هلش المدينة اسمها اشراقت اشراقت اتون اشراقت ده ده دازلينج اتون اه والاسم الاعلامي اللي تحط في ديسكوفري هو جولدن سيتي ليه يعني ده اسم اعلامي اتبالت في الجولدن ايج في العصر الزهبي لمصر للجولدن كينج للجولدن كينج لا 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 ده أهم عصر جده هو أهم عصر في الدنيا عمر حيثه بالتالت ده كان اسمه باشا لأصار المصرية الراجل ده ده كان بيحب امرأته كانت ممشيها على العجيب ما يلقبطوش جدعة جدعة فرعونية أصيلة اشترك في بقات وطشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه